المقاومة الفلسطينية المقاومة الفلسطينية بدأت ربما منذ وعد بلفور منذ بدايات الهجرات لليهود منذ بدايات السيطرة على الأراضي بعد ذلك منذ طبعا 48 من النكبة هنا بدأت المقاومة الفلسطينية تتخذ أشكالا مختلفة المرأة الفلسطينية دورها مؤثر ومحوري في حركة النضال الوطني هنحاول ان احنا في الحلقات القادمة ان احنا نتحدى اتباعا عن هذا الدور في تاريخ المقاومة الفلسطينية وفي هذه الحلقة ضفتنا واحدة من الكاتبات والمناضلات الفلسطينيات اللي بتحمل بتجربتها جزء مهم من تاريخ المقاومة الفلسطينية معنا الكاتبة والمناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة القيادية بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بنت مدينة خان يونس اللي سجنت وهي عندها 16 سنة في سجون لاحتلال لسنتين وقبلها لما كان عندها 14 سنة ألقي القبض عليها وحبست لعدد من الشهور ثم بعد ذلك تم إبعادها من قبل الاحتلال إلى الأردن عام 70 تهجير قصري إجباري ثم عادت بعد سنوات طويلة إلى غزة ومؤخرا لو عدينا السنين كده كانت في الأحداث ذهبت إلى فرنسا لأحد المؤتمرات حول القضية الفلسطينية ده قبل الأحداث وكانت معاها فيزا ولكن عندما اندلعت الأحداث فجأت مريم أبو دقة أنه يتم حبسها حنسمع حكايتها دلوقتي وأيضا ترحيلها من فرنسا هي هنا في مصر لأنها مصرية أيضا حيث الوالدة مصرية فتم ترحيلها من فرنسا بلد الحريات بتهمة أنها تناصر قضية الفلسطينية الأستاذة مريم أبو دقة أهلا بيك أهلا فيكم يعني بلدك بقى طبعا فبتقال أكيد أي بلد عربي وخاصة مصر بلدي وانتمائي هو للأمة العربية أنا حبتدي من الآخر من وجودك في فرنسا لماذا ذهبتي وحصل إيه؟ يعني أولا شكرا لكم لهذه الاستضافة لأنه بصراحة بهمني بهذه الضرف تحديدا أوضح وأظهر الخدعة اللي كنا مقدعين فيها كلنا حول الأوروبا تحديدا أنا أول مرة بروعة فرنسا وبفيزا بشكل طبيعي دعوني أربع منظمات يسارية تقدمية هو المقاطعة ويهود أنتي سيونست ضد الصهيونية وكولكتيف بالستاين وأوروبا بالستاين ورحت بدي ألقي عندي 17 محاضرة حول المرأة الفلسطينية ودورها حول الطفل الفلسطيني حول الأسيرات المحررات والأسيرات في داخل السجون حول الصياد الفلسطيني حول شعبنا كيف بعيش في الحصار والتعديات اللي بيكون فيها الاحتلال ورحت أول موصلة بريس دخلت بهدوء وبشكل طبيعي بس أول محاضرة إلي مرت بسلام وكانت ممتازة ومميزة طبعا أنا بدي أحكي أنا دكتوراه معي بالفلسفة وأنا عايشة تاريخ أنا التاريخ وبالتالي مش بحاجة لأقرأ لأنه على جسدي وجسد رفاقي وأبناء شعبي شفت عمل الصهاينة والإمبريالية فينا فبحكي بشكل منطق وعلمي من وعد بالفور حتى يومنا هذا وشو المستقبل اللي إحنا بنتظرنا أثرت لأنه ما فيش وعي بالمناسبة بقضيتنا كل الرواية الصهيونية عندهم كذبة كبيرة لأنه هم تعرضوا للهولوكوست وبس وممنوع تحكي عن تاريخك ولا عن ظلمك المحاضرة الثانية في إعلانات بحطوا أنه عند دكتورة مريم عندها محاضرة في المنطقة الفلانية وجدت أنا من البداية في حملة على فكرة من أول يوم هذه الإرهابية شو جابها إرهابية إرهابية طبعا هم بيعتبروا كل فلسطيني وحتى عندهم عداء للعرب بشكل عام وعنصرية كبيرة فأنا تجاوزت العمر بدي أمشي مخططة صرنا المكان اللي يمنعونا نعمل في ندوة نعمل مكان بديل ونعمل فيه صار فيه تأثير كتير كبير الناس لما بتفهم الحقيقة بيلتحموا معك ده كان قبل الأحداث؟ قبل الأحداث مشينا على هذا عند جامعة ليون مديرة الجامعة وكيه رحبت بعدين إجاها قرار ممنوع تعمل فيه فإحنا عملنا طريقة إنه يحكي واحد دكتور بروفوسور فلسطيني من غيري يعني وأنا بقعد في الدام وبعدين الجمهور يوجه أسئلته إلي أنا بدير ظهره بصير الندوة إلي وكانت ندوة من أروع ما يمكن حتى كانوا في يهود وبسألوني أنت ليش هنحبسي؟ بطلقوا لأني فلسطينية وبحب وطني وشكرا إليك أنا بحييك إحنا ما عنا عداء مع حدا ولا يهود ولا مسيحيين ولا مسلمين مشكلتنا مع الاحتلال في حدا بحب الاحتلال اللي بحب الاحتلال إحنا بدنا ناكل اطراب بس ما بدنا احتلال بدنا حرية واستقلال وهذا القوانين الدولية شرعت لنا هذا الموضوع ومن حقنا النضال حتى تحرير أرضنا وإحنا عنا سفرات في كل العالم ومعترف فينا أنه إحنا دولة تحت الاحتلال مشيت سفرت بعدها عملت كل نشاطاتي عند مرسيليا في مرسيليا بليون قبل ما أطلع بدأت الأحداث صبح بدري اتصل ابن أخوي دكتور هو وقال لي فيه مصيبة شو فيه قال لي الحرب أنا طبعا يعني بنت غزة وأهلي وناسي وقضيتي فطلعت بدي أطلع على طلعت على مرسيليا وفي مرسيليا عملت نشاطاتي وفجأة شعرنا أنه بتراقب وفي الطريق بطريقة جنونية بوليس وقفونا في نصف الطريقة تعالوا هاتي الجواز وهاتي كذا بقولوا مشو فيه قالوا فيه قرار أنه الإقامة الجبرية إليك إقامة جبرية إقامة جبرية في أوتيل قلت لهم والله أنا جاي من غزة مش عامل أحسابي وما عندي شي قالوا لأحسابنا على حسابهم إقامة جبرية على حسابهم في فندق نعم عدت يدي إيه في الإقامة الجبرية دي حوالي عشر تيام عشر تيام وممنوع أطلع من المدينة ومن الساعة عشرة بدأكون في الأوتيل للساعة سبعة تمام أنا طبعا بصراحة كنت قلقانة لأنه هناك فيه عصابات كتير صهيونية والموضوع الأمني أصلا أنا ما بديش أنزل ولا في أي أوتيل كنت محتضنة من الأصدقاء الفرنسيين لكن كانوا ضلوا معي سهرانين لحد ما أقولهم خلاص روحوا وأغلق الباب وأقول مش مفتحش لحده والصبح الساعة خمسة أكون تحت يجي ياخدونا أروح أعمال محاضراتي يوم عجزنا في القطار بدأ أطلعته الهجس بالطريق لحقونا وقالوا لي تعالي البوليس البوليس عملين لنا كمين قدام البيت وكانوا براقبونا واضح طب إيش فيه قالوا أنت لازم ما تغدريش هذا المنطقة وأنت في الحجز وإلى آخره تعالي معنا على مكتب الشرطة رحت طبعا حكيت اللي لازم أحكيه أنه أنت عطلتوني فيزا إذا بتكونش يعني ليش بتعطوني فيزا أنا عارفة أنا جيت قد ما سمعت عن فرنسا والحريات في أوروبا جيت أشوف لكن اكتشفت أنه أنا بدي أعلمكم الديمقراطية وأنا تحت الاحتلال أنا شعر حالي أنه أنا تحت الاحتلال وكأني بتطارد من أول مرة بتذكر يعني أيام الأولى لما قبل اعتقالي في المهم قالت لي هي تعاطفت معي كتير هي المسؤولة الشرطية قالت لي هذا قرار من وزير الداخلية بنعطيكي رسالة عليها صورتك والجواز بيضل عندنا قلت لي أنا بدي أروح خلاص أنا مش متحملة أكثر من هي قالت لي لما تيجي تروح بنعطيكي جوازك بس الآن ممنوع بديك تقضي الفترة في الحجز في السجد في الحجز في الحجز حطينا محامة حطولي محامة كسبنا القضية وطبعا الناس فرحت وصارت ردة الفعل أنا قضيتي صارت قضيتي رائعة عادت يد ايه في الحجز حوالي عشرة أيام كمان فأنا أخد جوازي وطلعت على باريس نكمل مهمتنا في باريس اشتغلنا عندي محكمة لازم أحضرها حضرت المحكمة هزلية فيش أي شيء إلا أنا قيادية في الجبهة الشعبية والجبهة محضورة يعني إرهابية قلت لهم ليش إرهابية الجبهة فصيل أساسي في منظمة التحرير ومنظمة التحرير معترف فيها بتمثل كل الشعب الفلسطيني ومعترف فيها من كل العالم وقلنا السفارة هون إذا أنتوا كلامكم غير هيك تفضلوا أحكو هذا علنا وسكروا السفارتنا إحنا قلنا ممثلة يعني سفارتنا في كل العالم وهذا اعتراف فينا ومعترفين أنه إحنا بلد تحت الاحتلال والقانون الدولي بيصرح إلنا الناضل حتى الحرية والاستقلال وتكون إلنا دولة فلسطينية مستقلة حصل إيه في المحكمة؟ هذا في المحكمة طلعوا لي صورة هذه ظلوا مسكين فيها عليها فلسطين تنتصر وحاملة العالم وحده قالوا لي هذا مصمم إلك الشعار قلت لهم يا ريت هذا قديم الشعار قبل ما أجي أنا بس لو شفت بتصور محا أكيده بدي أقول فلسطين تنتصر وبالله شو بدي أحكي طبعا أجلوا الحكم لبعد يعني قالوا أنه بكرة بعد وحسب وكان حضور كتير مهم من برلمانيين مناصرين استفزوا كل الشارع اللي واكتشفت أنه في فجوة بين الشارع وبين الحكومة امتظرنا وعمت اشتغلت يعني برضو عملت محاضرات في فيلم يلا غزة أنا مشاركة فيه وبرضو وأنا بروح بعلق على الفيلم كان فرصة وجودي أني أعلق على هذا الفيلم ويعوده وعملين هيك زي ريبرتاج أنا اللي في غزة كيف عن المرأة ودورها وفي غزة وأنا مروحة طبعا هم طلعوا لي من الفيسبوك صوري نعم وأنا حملة مسدس في استشاد أبو علي وأنا مع ليلى خالد وأنا بخطب قالك بس دي إرهابية آه أنه أنت كنت أنت قيادية في الجبهة الشعبية وأنت معك دكتوراه يعني مخك بشغل بلد أنا بقولهم أنا مسؤولة عن المرأة في الجبهة قالوا لي أنت مخ بحرك الدنيا ووقت ما كنت أنت مسؤولة أو أنت مسؤولة في عمليات للجبهة الشعبية قلت لهم على كل حال إحنا حركة مقاومة وما يعني دولة زي فرنسا بتحكمني على الفيسبوك شو هالمصيبة هاي بصراحة أهلي تلاتين واحد من أول يوم الحرب بستشادوا ممنوع أحكي نموت وممنوع نقول أخ وين حقوق الإنسان ما هو إذا قطة عندكم بتمرض بتقوم الدنيا بتقولوا حقوق الحيوان طب إحنا خمسة وسبعين عام عم نندبح بتشوفوا وعملين حلكوا عمي وبتسمعوا وعملين حلكوا طرش وقصطي لكم غزة قارة غزة بصراحة هاي حرب عالمية على غزة